السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسرعة جداً أنا طالع مخصوص أعلن عن event summit حدث هيتم يوم هيبتدي يوم الجمعة الجاي بعد بكرة يوم الجمعة والسبت والحد هنبتدي من بعد صلاة المغرب تقريباً 3 ساعات الـ event ده هيكون فيه experts ناس مؤثرين ناس عندهم كرير كبير جداً وخبرات خبراء في مجالاتهم عايزة أقول لكم المجالات هنغطي الهندسة هنغطي العلوم هنغطي الزراعة هنغطي التخصصات الطبية هنغطي التجارة تخصصات كتير جداً هنتكلم على التخصصات حتى الإنسانية والتربوية والاجتماعية العلمية غيره غيره عايزة أقول لكم البرمجية جاي معايا مثلاً مثلاً على سبيل المثال الباشمونتس أسامة زيرو جاي معايا الباشمونتس دكتور أحمد الجويلي صيدلة جاي معنا دكتور محمد من كندا اه في البيوتكنولوجي جاي ناس بايوتكنولوجي من ماضي جاي حاجات ناس كتيرة جدا هدفنا في الايفنت ده نعمل ايه ان احنا نلهم الاجيال الجديدة ونحطهم على اول الطريق الاولاد اللي ذكروا واكتهدوا ماناش دعوا باللي غشوا والمدارس اللي غشت والكلام ده لأ احنا عايزين اللي يتعلموا عايزين نخلي عقليتهم اه ووعيهم عالي مرتفع يفكروا ان هم بيبنوا نفسهم عشان يكونوا مواطنين دوليين يطلعوا برا فكرة التعليب وان هم بس بيذكروا ويخشوا الامتحان يجيبوا درجات عالية ويجي يتخرجوا بعد كده يتصدموا بالواقع وان في ملايين خرجين وفيه طوابير برا عايزين نجهزهم من دلوقتي ان هم يخرجوا برا الطوابير عايز اقول مين اللي يحضر الايفن ده مهم المين كل طلاب الثانوية يجمعوا بكل تخصصاتهم بكل مجالاتهم بكل دراستهم اللي عايزين يروحوه عايز اقول ان كل طلاب الجامعة يحضروا في جميع الكليات يحضروا الايفن ده انا عايز اقول لكم ان الايفن ده احنا تعبانين فيه وبينجهزوا وفيه معانا حد هيكون هو المودوريتور وعايز اقول لكم فيه ضيوف اه زي ما قلت لكم كبار جدا 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 اه عايز اقول ان اولياء الامور لازم يحضروا عشان خاطر ما يتعبوش اولادهم في المناه ده وكده على اي اساس نختار تخصصاتنا ايه المسارات وايه الكليات المطلوبة المهارات المطلوبة لسوق العالم للعالمي ايه هي الحاجات المطلوبة عشان خاطر الجامعات برة عشان ياخدوا منح دراسية بعد الجامعة ان شاء الله او حتى وهم رايحين في منح دراسية ممكن ياخدوا باكالوريوس من دلوقتي ايه اللي موجودة ايه الاتجاهات اللي ممكن يمشوا فيها والمسارات بناءا على تقييم ذوتهم وبناءا على سوق العمل العالمي كل ده كل ده هنتكلم فيه اشوفكم يوم الجمعة الجاي بعد بكرة ان شاء الله رب العالمين هنبتد من بعد صلاة المغرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت ياريت تشاركوا الفيديو ده على اوسع نطاق اي حد تعرفه عنده طالب او طلاب في السنوية العامة او طلعت شهدتهم في السنوية العامة او تعرفوا اي حد جميع اعملولوا منشن وشاركوا الخبر مع صفحاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية